هذا المبنى الضخم تقف شاهدة على قوة العصفة والأعصير التي ضربت ولاية جورجيا وخلفت إضراراً بالغة استدعت أعلان حالة طوارئ في الولاية الرياح كانت قوية وانخلع الباب وتبعثر كل شيء وسقط الحائط سقطت الشجرة على المنزل بسبب الرياح القوية كانت شيئاً مخيفاً واضطررت للاختباء الخسائر البشرية في جورجيا كانت أقل من الولايات الجنوبية الأخرى لكن حجم الضمار الذي لحق المباني السكنية والمنشآت انعكس على الحياة العامة حيث انقطع الطيار الكهربائي عن عشرات المنازل كما تم إغلاق المدارس لبعض الوقت لست متأكداً يمكن أن استغرق الإصلاح شهرين أو ثلاثة لأنه كما ترى حجم الضمار كبير مصلحة الأرصاد الجوية أعلنت أن الأعصير التي ضربت جورجيا كانت من فأتي F2 وF3 وهي تحمل رياحاً سرعتها تصل إلى 136 ميل في الساعة تتواصل جهود إزالة أثار الدمار الذي سببته العصفة في جورجيا بهدف أعادة الحياة إلى طبيعتها ويتوقع أن تستمر لعدة أيام مقبلة محمد الحسين الحرة جورجيا